اشتركوا في القناة وذلك بدعم مكثف من مروحيات ومقاتلات حربية شنت أكثر من 200 غارة جوية خلال الأيام الماضية الأمم المتحدة حذرت من أن القصف والغارات اليومية التي تتعرض لها الحديدة استهدفت عمال الإغاثة والبنى التحتية وتهدد القدرة على تأمين المواد الغذائية نشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري في المدينة خلال الأيام الأخيرة داخل وحول مناطق تفادي النزاع المهمة للإستجابة الإنسانية أكثر من ثمانية ملايين شخص يعانون من الجوع في اليمن لا يجب إعاقة وصول هذه المساعدات واشتد القصف والقتال خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من المدينة الساحلية ذات الموانئ الحيوية والتي تعتبر مدخلاً مهماً للمساعدات ويواجه المدنيون فيها نقصاً شديداً في الغذاء والدواء في يوم دام اتسعت فيه دائرة العنف إلى محافظات يمنية عدة شنت مقاتلات حربية أربع ضربات جوية على المحطة الإذاعية المحلية في مديريات المروعة وذلك ضمن ستين غارة على الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة وهي مسرح العمليات العسكرية الأضخم التي تقودها الإمارات من أجل انتزاع موانئ المحافظة الإستراتيجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين هذا واستمرت المعارك عنيفة خلال الساعات الأخيرة عند الضواحي الشرقية والغربية من المدينة وفقاً لمصادر عسكرية وإعلامية موالية للحكومة المعترف بها دولياً فإن الأربع وعشرين ساعة الماضية من المعارك والغارات الجوية في محافظات الحديدة والبيضاء والجوف ومأرب والضالع والبوابة الشرقية للعاصمة صنعاء أصفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين والقوات الحكومية يأتي هذا في وقت أجر فيه المبعوث الأممية الخاص إلى اليمن مارتين جريفث سلسلة لقاءات مع جماعة الحوثيين وحلفائهم في صنعاء دمن جولة في المنطقة ستقوده إلى الرياض ونيورك للتشاور حول التزامات الأطراف بإجراءات بناء الثقة وفرص احتواء التصعيد الحربي نحو موانئ الحديدة والشريط الحدودي مع السعودية علماً وأن تجدد الهجمات على الحديدة التي تمثل الشرين حياة لملايين اليمنيين قد يزيد من الضغط على المبعوث الأممي المصري على المضي قدماً في جهوده الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر